من الإجحاف أو من قبيل الكارثة أن يحتار المراقبون بطبيعة النظام القائم في العراق هل هو دولة ديمقراطية جاءت على الدبابات الأمريكية؟ أم هي أحزاب ميليشيوية تحكم بلداً بمقدرات هائلة كالعراق فأحلته إلى بلد متخم بالفقر والأزمات ومرتعاً للفساد المالي والإداري؟ الألاف من ملفات الفساد توعد عبد المهدي بفتحها بدءاً من ملف سقوط المدن إلى الانتهاكات وصولاً إلى سرقة المليارات من أموال العراق لكن كل ملف منها بحسب الوقاع يتضمن حقل ألغام كبير كون المتورطين فيها هم من المتصدرين للمشهد السياسي والأمني في العراق حتى بتأ فتح الملف على مصرعيه ينظر بنسف العملية السياسية بالكامل يستنسخ عبد المهدي وعود لعبادي ذاتها بمحاربة الفساد غير أنه شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد معلناً فتح 13 ألف ملف فساد أمام هيئة النزاهة وطبقت كلمات عبد المهدي السابقيه بأن الفاسدين لا يقلون خطراً عن الإرهابين وإذا لا سلطة لأحد في العراق على الأحزاب المتنفذة فقد شكك الكثيرون بجدية الوعود صحيفة العرب الجديد نقلت عن عضو سابق في هيئة النزاهة قوله إن مجلس مكافحة الفساد سيبنى على طريقة المحاصصة الحزبية ما يعني إخفاء الملفات التي ترتبط بالأحزاب التي اختارت أعضاء المجلس لا سيما وأن اللجانة التحقيقية التي تشكلت بعد الاحتلال لم تتمكن من محاسبة أي زعيم سياسي متورط بقضايا اختلاس أموال أو إرهاب تحالف سايرون عبر عن خشته من عدم امتلاك عبد المهدي القوة الكافية لمواجهة الأحزاب الفاسدة حيث بدأ مبكراً عليه التردد باتخاذ قرارات تثير القوى السياسية بحسب النائب رائد فهمي هذا بالإضافة لاستغلال الملف لتصفية الحسابات بين الخصوم خصوصاً أولئك الذين لا يتمتعون بكتلة قوية تدافع عنهم كما رجح القيادي في تحالف القرار أثير النجيفي يخلص القارئ لوعود مكافحة الفساد تلك والنظر للتجارب السابقة إلى أن الوعود لا تعد سوى مناورات وشعارات جاذبة شعبياً يسوفها الزمن وتحسمها طاولات الأحزاب المتنفذة وما يمرر من تحتها